مرحبا اعطيكم العافية السلام للجميع اليوم بدنا نعمل رسمة على هاي المق خليكم معاي او ارجيكم شو حنسوي خطوة بخطوة ونشوف كيف ممكن نسوي رسمة مكان رخيص طبعا انا هذا المق شريته من دولاراما رخيص جدا طبعا كل مكان ارخص كل مكان احسن ليش؟ لانه المقات الغالية شوية الجليز اللي بكون عليها او الصبغة او بكون كتير كويس فلما تحطو بالفرن احنا هنحطو بالفرن يس لما تحطو بالفرن ما هيعطيك نفس المفعول لما يكون ما علي جليز كتير طبعا بس عشان نمشي انا هون في محرمية حطيت عليها خل هنضف المكان اللي بدي ارسم عليه بالخل واخليها نص ساعة تنجف موسيقى زي ما انتم شايفين انا رسمت الرسمة بقلم الرصاص بس عشان اخذ المساحات تقريبا قديش راح تكون وين هتكون وبعدين هبدأ بالشاربيز اللي هما انا جبتهم هستخدم اللونين الاحمر والاسود ناس بيحكوا كتير ما تستخدم من الاحمر لانه ببهت بالطبخ لما تحطو بالفرن بصير لونه اصفر هنجرب و هتشوفوا النتيجة معنا طبعا انهيت الكتابة والرسم بده اضبط شوية شغلات بل زي ما انتم شايفين عملت باللونين و هنشوف الخط والجاي هنشوف هنحطها بالفرن الفرن مش شغال لسه يعني بارد مش محمينه هنحطها على 425 درجة لمدة نصف ساعة 425 درجة لمدة نصف ساعة طبعا زي ما انتم شايفين 425 نصف ساعة مرت ايشي لما طفنا ما نمسكها اول شي سخنة والشغلة الثانية لازم تعمل كول داون لحالها بدون ما نمسك البين هلين نجرب بس نفتح هيك مرت نصف ساعة تقريبا هلين نشوف هلين نجرب نمسكه كويس ممتاز طيب منظر هلين نصف هلين نمسكه هذا البرصاص رح ينمحه بس هذا ما حينمحه هلين نجرب نغسله ناجرب النابل مي كل شي تمام مافي اشي بسم الله طبعا ما في شي بضحك عليكم بس كان فكرة جيدة وان شاء الله تكون عجبتكم موضوع سهل جدا ممكن تسووه في البيت ترسموا اي اشي بيدكم اياها اللوغو تبع الشركة بيدكم اياها تنبسطوا في احلى مق شاي او قهوة سلام ما تروح بعيد بيد استنوا 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 لان اكذب عليكم الاسود ضلوا بعد الغسيل الاحمر الاسف كله هو راح فحتطر الان اغير كل الاحمر ما عرف ليش مع انه نفس الشاربر اللي هو هذا النوع شاربي لكن للأسف الاحمر كتير بسهولة راح يعني بعد ما حطيته بالدر ووشر فشيكنا هنرجع نسوي اسود وحنبلغكم كويس هون تتعلموا من الاخطاء اللي سوناها عشان ما تقعوا فيها ثانية نحطه كمان نص ساعة ونشوف بالنهاية طلعت عنا هذا الشكل يعني نطباد الاحمر حيروح اكيد مع الغسيل لكن المهم الاسود مش عم بروح وهذا اشي ممتع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علىنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر